المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوينها في ذكرى احتلال القدس حكومة نتنياهو تصاعد استفزازاتها في الأقصى وسط استنفار الدفاع الجوي وانتشار أمني مكثف أي تبعات سياسية وأمنية ملايين القتلى في العالم في حروب ما بعد أحداث إيلون سبتمبر هل تمثل الحروب حاجة استراتيجية لواشنطن؟ تأتي مسيرة الأعلام هذا العام بعد أيام على أشن إسرائيل عدوانا على قطاع غزة وخوض المقاومة معركة ثأر الأحرار بينما تواجه الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين بمزيد من الخطوات الاستفزازية مئات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك حيث دخلوا بالعشرات إلى باحاتي تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية وقاموا بجولات استفزازية إحياء لما يسمونه يوم القدس كما تجمع حجد من المستوطنين عند باب العمود في القدس المحتلة وأدوا رقصات استفزازية المسيرة التي تخللتها استفزازات للفلسطينيين واعتداءات على المقدسيين شارك فيها عدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية على رأسهم وزير الأمن تيمار بن كفير ووزير المالية بيتسائيل سيموتريتش مسيرة الأعلام لهذا العام وكبه انتشار أمني كثيف لعناصر الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة حيث حولت سلطات والاحتلال القدس إلى ثكنة عسكرية واستنفرت قواتها في القدس القديمة ونصبت الحواجز العسكرية على الطرق الرئيسية الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على عدد من الفلسطينيين في باب العمود والبلدة القديمة وأجبرتهم على مغادرة المنطقة كما فرقت قوات الاحتلال عشرات منهم بالقوة بعد رفعهم الأعلام الفلسطينية وسط القدس واعتقلت عددا منهم تحركات واعتداءات وإن لم تتدحرج إلى التصعيد الأكبر إلا أن الجميع بحسب المراقبين ملتزموا الاستعدادة للسيناريوهات المفتوحة في أي وقت مشاهدينا سنتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفي من رام الله مدير مركز المسار للدراسات نهاد أبو غوش ومن غزة الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية حسن لافي سأبدأ من رام الله والأستاذ نهاد حياك الله أصعد الله أوقاتك وأيضا تحية لأستاذ حسن سيد أبو غوش المشهد إذا ما أردنا تلخيص النتيجة اليوم التي كنا نتابعها منذ الصباح الباكر في مدينة القدس ما هي الملاحظات التي يمكن تثبيتها حول هذا المشهد مساء الخير وتحية لكم ولضيفكم الكريم وللمشاهدين يعني الحقيقة أن التيارات الأكثر تطرفا في المجتمع الإسرائيلي وهي المشاركة في الحكومة قيادة هذه الحكومة أرادت لهذه المسيرة لهذا اليوم أن يكون استعراضا للقوة واستعراضا للانتصار هكذا هم يسمون هذا الاحتفال ولا احتفال ديني ولا احتفال قومي بل هو احتفال بالانتصار على العرب واحتلال القدس الشرقية لكن هذه المسيرة لم يكن لها أن تسير مترا واحدا دون حجد أكثر من ثلاثة ألاف وثلاثنائة شرطي ورجل أمن هؤلاء المعروفون طبعا باستثناء الشرطة السرية وأيضا باستثناء الإجراءات الأمنية المشددة بمنع دخول منهم دون الخمسين من العمر للبلدة القديمة بالإضافة إلى إغلاق جميع المحلات التجارية على طول مسار وهذه منطقة أسواق وليست منطقة أحياء يعني المسيرة لم تمر في الأحياء التي يقتنها سكان فلسطينيون بل مرت في السوق التجاري المعروف بسوق خان الزيت ورورا إلى باب السلسلة واقتحام للمجد الأقصى بالإضافة إلى ذلك حالة الاستنفار القصوى للقبة الحديدية ولكل المؤسسة السياسية والأمنية العسكرية وأضف إليها أيضا حالة الحذر والتوتر الإقليمي والدولي بناء على هذه المسيرة الحقيقة أنا أعتقد أن هذه المسيرة أعطت نتائج عكسية أن ما تريد إسرائيل إضاحه بأن القدس مدينة موحدة تحت السيادة الإسرائيلية أثبتت بهذا الحشد الهائل من القوى أنها مدينة محتلة لا يمكن لأي صهيوني أن يمشي فيها بضعة أمتار إلا بحراسة مشددة ومكثفة من الشرطة طبعا واضح أن مثل هذه المسيرة هي إقلت تظاهرها هكذا مسيرة سيد أبو غوش كما تعرف هي مسيرة يعني أولا هي ليست لا تبدو مسيرة أعلام بقدر ما هي مسيرة الكراهية للعنصرية للشتائم لاحتقار والإساءة للأديان ولمعتقدات الآخرين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين اعتداء على المحلات التجارية اعتداء على المنازل هكذا هي ما تسمى مسيرة الأعلام منذ انطلقت حتى منذ السبعينات حتى يومنا هذا رغم ذلك هذه المسيرة رغم أنها مسيرة بهذه المواصفات هذه مواصفات موضوعية وليست لا أتحدث هنا عن مشاعر أو عن كوننا نتبنى ومؤمنين والقدس في عقيدتنا لا أتحدث عن مشهد كمراقب رغم ذلك لا نجد سيد أبو غوش أي تئدانات دولية أو مواقف عالمية تعتبر أن هذا التحرك هو تحرك مخالف لقوانين المتحدة باعتبار أنه فيه 242 وموضوع القدس الشرقية والآخرية لكن أيضا مخالف للقيم الإنسانية أخ كمال ما تفضلت به هذا يفترض أن يكون على طاولة القمة العربية غدا يعني صحيح ما تفضلت به كل ما قيل صحيح وأضف إلى ذلك أنها كانت مسيرة للبغضاء للكراهية للفاشية للشوفينية للاستعراض القوة للاعتداءات التي ليس لها أي مبرر حقيقة كل ما تفوه به هؤلاء في حجدهم الاستعراضي هو مسئل الكرامة الإنسانية حتى وليس فقط للفلسطينيين في القدس وبالتالي المواقف الدولية صحيح سمعنا بعض الإدانات هنا وهناك والشجب ودعوات لضبط النفس لكن كل هذا كلام بالهواء يعني حتى المواقف العربية التي تكتفي بالشجب أيضا وتحجم عن اتخاذ أي مواقف عملية من شأنها ردع الاحتلال ووضعه عند حده ووقفه عند حده بدءا من دعم صمود المقدسيين وهذه هي المهمة المركزية ثانيا أيضا بالعمل على بناء موقف عربي موحد يضع حدا لهذه الاعتداءات يعني في الوقت الذي تجري فيه هذه الاعتداءات هناك يعني اندلاق على التطبيع مع هذه الحكومة ومع الحكومات الإسرائيلية الشوفينية المتشددة للأسف الشديد كما نلاحظ أن بعض إخواننا العرب ينفتحون على إسرائيل في الوقت الذي تتبنى فيه أكثر المواقف تطرفا وعنصرية وتبني نظاما للأبرتايد ولا تعلن عن أي نية لتحقيق السلام لا مع الفلسطينيين ولا مع العرب فلذلك أولا أنا أعتقد أن وضعنا الداخل الفلسطيني هو أيضا وضع يعني ليس في أحسن أحواله الفلسطينيون مطالبون بإعادة ترتيب أوراقهم الداخلية وبناء موقف وطني موحد يمكن من التوجه إلى العالم وبدأ من العالم العربي لبناء موقف داعم لحقوقهم الوطنية المشروعة التي تنسجم مع القانون الدولي على كل حال وليست هي يعني أكثر من القانون الدولي ولذلك أعتقد أن قمة جدة مطالبة باتخاذ مواقف عملية لإفهام إسرائيل أن عدوانها على المسجد الأقصى لا يطال فقط الفلسطينيين ولا يهددهم فقط بل يطال مشاعر ويهدد ويستبيح مشاعر سأنا نحدث أستاذ نهادة أبو غوش عن موضوع القمة العربية لأنه في شيء مختلف يتعلق بهذه القمة لكن أيضا أستاذ حسن الافي من الناحية في الشقة الإسرائيلي هل تعتقد بأن الإسرائيليين ينظرون إلى أنفسهم اليوم وتحديداً اليمين المتطرف بأنه حقق إنجازاً في نهاية هذا اليوم؟ لا أعتقد أن هناك إنجاز على المستوى الإسرائيلي بالنسبة للإستراتيجي لماذا؟ لأنه في كل مسيرة أعلام تثبت إسرائيل أنها تحتاج كل عام احتلالاً جديداً للقدس وأنه منذ 56 عام وهي لم تستطيع حسم سيادتها على القدس ولا حتى على المسجد الأقصى وأنه في كل مرة تحتاج إلى عمليات عسكرية وتدبيرات أمنية وخطط يعني كل مالها تتعقد أكثر وأكثر بالمناسبة اليوم إسرائيل من أجل أن تخرج بهذه الصور أولاً قامت بعملية اغتيالات كبيرة جداً في الضفة الغربية على مدار الشهرين الماضيين وقامت بعملية عسكرية في غزة أدخلت أكثر من 2 مليون ونصف مستوطن إلى الملاجئ وشلت حياتهم الاقتصادية والحياتية لمدة خمسة أيام واستنفرت كما تفضل الدكتور نهاد استنفرت تقريباً كل شرطتها وقبتها الحديدية وكل الأوضاع الأمنية من أجل ماذا؟ من أجل أن تسير مسيرة فيما تسمى القدس الموحدة هذا دليل من زاوية أن ما كل تفكر به إسرائيل منذ 56 عام استيطان وتهويد وتهجير وتضييق على الفلسطينيين وعلى المقدسيين باء بالفشل وفي كل مسيرة أعلام تقول إسرائيل مرة أخرى أنها تحتاج إلى احتلال القدس مرة أخرى هذا أولاً الأمر الثاني أنا أعتقد أن هذه المسيرة غير مجمع عليها إسرائيلياً لماذا؟ لأن التيار الديني القومي الصهيوني المتمثل بإتمار بن كبير وسموترش والصهيونية الدينية هي المستفيدة من ذلك اليوم كان هناك تصديح لموشي جافني رئيس يهدوت هاتورا وقال قولاً واحد يعني قال أنه يعترض على هذه المسيرة لسببين السبب الأول أنها ذات خطر أمني على إسرائيل السبب التالي أنها تدنس القدسية القدس لأنه هناك خلافاً عقائدياً بالنسبة للأضواء ما أرادوه اليوم هو تثبيت أوضاعهم الانتخابية كلهم من إتمار بن كبير وسموترش يريدون تسويق نفسهم مجدداً هذه المسيرة الأولى التي يكون بها إتمار بن كبير وزير الأمن القومي هو عندما أتى إلى الحكومة أتى لماذا؟ أتى أنه انتخبه مليون صهيوني متطرف من أجل هذه الصورة وكلنا نتذكر أنه في عام 2021 مسيرة الأعلام وسيف القدس المحرك الأساسي والمحرض الأساسي كان إتمار بن كبير وبالتالي إتمار بن كبير كان مستعداً ليعمل كل هذه البروبغاندا من أجل استطلاعات الرأي التي باتت تعطيه نسب متدنية الأمر الأخير نتنياهو بالمناسبة نتنياهو في صراع حقيقي سواء صراع سياسي داخلي سواء مع المعارضة السياسية في الكنيسة أو حتى مع الاتلاف الحاكم الذي يديره أو حتى مع الجماهير وبالتالي استطلاعات الرأي كانت تعطي نتنياهو يعني نسب متدنية جداً ولذلك نتنياهو في هذه المسيرة أراد أن يضرب عصفرين بحجر واحد أولاً أن تسير المسيرة ويكون تحت قيادته خاصة أن المسيرة الأولى التي كانت تحت قيادته تم إفشالها وسقطت حكومته في عام 2021 يجب أن نتذكر هذا المعطى المعطى الثاني لكي لا يسمح لإتمار بن كبير وسموترش أن يكونوا أكثر قوة في الملف الأمني وخاصة أن ملف الضفة الغربية والقدس هو تقريباً حسب الاتلاف الحكومي وشراكة في الاتلاف الحكومي معطى لكل من سوموترش وابن كبير فصريح بن يمين نتنياهو اليوم وهو في نهاية مسيرة الأعلام ماذا قال؟ قال أنه أعطى أوامره رغم التهديدات الأمنية بتسيير هذه المسيرة وكأنه يقول أنه هو الذي استطاع أن يحقق ذلك في المحصلة القدس ما زالت في الاشتباك ما زالت إسرائيل لم تسيطر على القدس حتى ولو دام احتلالها 56 عام حتى الآن مجرد دخول بضع ألاف من الإسرائيليين المتطرفين إلى مناطق تعتبر غير ذات كثافة سكانية فلسطينية تحتاج إلى أكثر لكن هنا أسمح لي أن أنقل إلى رمالله أستاذ نهاد أيضاً في نقطة أخرى على المستوى على المدى البعيد منذ بدء هذه ما تسمى مسيرات الأعلام حتى اليوم ألا تعتقد بأن هناك نوعاً من التمدد الإسرائيلي من حيث المناطق والمسار الذي تسير فيه هذه المسيرات قبل ربما عقود لم تكن إسرائيل أو الحكومات الإسرائيلية تجرؤ على المرور عبر باب العمود أو مناطق البلدة القديمة أو أحياء فلسطينية كانت تتجنب هذا الموضوع بشكل كبير اليوم وكأن هناك نوع من الخطوات التي تسعى إسرائيل لتطويرها في مسيرة الأعلام وضمن طبعاً مشروع كبير هو تهويد مدينة القدس بشكل كامل هل نعتبر هذا التطور الذي حصل اليوم والاستهداف إسرائيل لمناطق جديدة في مسار مسيرة الأعلام هل يمكن اعتباره خطر جديد فيما يتعلق بتأويد المدينة نعم أنا أوافق تماماً على ذلك يعني هذه المسيرة خطورتها ليست في كونها مسيرة تستغرق بضع ساعات وتنضي في حال سبيلها بل هي مؤشر على خطة تهويد القدس ومحاولات دولة الاحتلال تطبيق السيادة الإسرائيلية المطلقة بفصل القدس تماماً عن محيطها الفلسطيني ومنع أي مظهر من مظاهر وجود الفلسطيني حتى لو كان مظهماً ثقافياً أو اجتماعياً أو رياضياً مجالس عزائق تحمونها أحياناً إذا ظهر أن فيها بعض الإشارات الفلسطينية فعاليات ثقافية فعاليات رياضية فعاليات خيرية فعاليات صحية كل ما أي نشاط ذو وجه أو ذو شكل فلسطيني في القدس يمنع منعاً بحجة لاحظوا السبب المثير للسخرية أن هذا يخالف اتفاقيات أوسلو لكن هذا الأمر يترافق مع أجوم واسع النطاق يشمل جميع مجالات الحياة في مدينة القدس بدءاً من إحاطة القدس بجدار استيطاني بضع ضواحي ومستوطنات ضخمة تحيط بالقدس من كل الجوانب وتعزلها تماماً عن شمالها أي عن رمالة وعن جنوبها اللي هو بيت لحم وكذلك عن الشرق هناك مخطط مازالة في الأدراج لكن لم يسمح له حتى الآن بأن يخرج إلى حيز التنفيذ ومخطط يسمونه إي ون لضم مستوطنة معالي أدومين وبالتالي كل ما يحيط بها فصل الضفة الغربية فصلاً تاماً جنوبها عن شمالها أو وسطها إلى جانب ذلك سمت محاولات أيضاً للتأثير أو لأسرلة التعليم أسرلة الأماكن التسميات زرع القدس بالمستوطنين الآن لدينا في القدس الشرقية تحدث حوالي 270 ألف مستوطن يقومون في مستوطنات غير شرعية أقيمها بعد العام 67 ولذلك هذا المسعى التهويدي هو بدأ منذ العام 67 يعني في نفس شهر حزيران الذي احتلت فيها القدس أخذت الحكومة الإسرائيلية والكنيسة في عينها قراراً بضم القدس لكن هذا المنح أخذ طابعاً تصاعدياً متسارعاً في ظل إدارة الرئيس ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ولم يميز في عينها بين القدس وشرقية بالإضافة إلى ما تبع ذلك من محاولات إسرائيلية للتسريع عمليات التهويد ومنع أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني فيها لذلك صحيح لكن منذ ذلك الحين وحتى الآن نشبت مجموعة من المعاركة مشهودة التي كلنا يذكرها مثلاً مثل معركة باب الرحمة معركة البوابات الإلكترونية معركة الشيخ جراح معركة باب العمود ثم أن كثيراً من الفعاليات الوطنية الفلسطينية الكبرى مثل الانتفاضة الثانية وقبلها هبت النفق وقبلها حتى في العشرينات من القرن الماضي كلها انطلقت من القدس والمجد الأقصى لا أقول أن هذا الأمر مسلم به أننا في وضع مريح هناك هجوم شامل تسخر له حكومة الاحتلال مليارات الدولارات وكل أدواتها وأجهزاتها الرسمية ومستوطنيها وأدواتها وأذرعها الأمنية وأذرعها حتى الإدارية والاقتصادية والحكومية لكن الأمر على الجامل الفلسطيني للأسداد الشديد ما زال يعتمد فقط بشكل أساسي على صمود المقدسيين أستاذ نهاد وأستاذ حسن أيضاً مشاهدينا سوف نعرض الآن ردود الفعل الفلسطينية على ما قامت به إسرائيل هذا اليوم مشاهدينا يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتنياهو إلى كسب بعض النقاط الداخلية واستعادة الشعبية المتراجعة من خلال سماحه باختحام مسيرة الأعلام الحياء المقدسية حيث أصرت السلطات الإسرائيلية على توجيه المسيرة وفق مخططها من خلال المرور عبر باب العمود والبلدة القديمة الرئاسة الفلسطينية ترى أن قرار تنظيم المسيرة لن يقود إلا إلى التوتر وتفجير الأوضاع بينما أكدت حركة حماس أن المقاومة رهن الاستعداد للحفاظ على المسجد الأقصى أما حركة الجهاد الإسلامي فأكدت أن المقاومة لن تسمح بأي عدوان ورداً على مسيرة الأعلام الإسرائيلية رفع المواطنون الفلسطينيون العلم الفلسطيني على شرفات المنازل والطرق في مختلف المناطق الفلسطينية استجابة لدعوات بعنوان ارفع علمك لرفع العلم الفلسطيني في كل الميادين أما على الأرض فنظم الفلسطينيون وقفات احتجاجية مختلفة تنديداً بالمسيرة الإسرائيلية ورفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية بينما انطلقت مسيرات حاشدة من كل مناطق غزة إلى السياج الفاصل احتجاجاً على ممارسات الاحتلال في القدس وريدنا أن أسأل أستاذ حسن حول ردود الفعل الفلسطيني في العام 2021 كانت ما تعرف بمسيرة الأعلام هي المفجر لمعركة كبيرة وطاحنة خضتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في ذلك العام اعتبر الإسرائيليون واليمين المتطرف بشكل خاص بأنهم تلقوا صفعة من المقاومة باعتبار أن المسيرة ألغيت بسبب التصعيد وتصدي المقاومة لكن في الأعوام التالية العام الماضي وهذا العام لم تفجر المسيرة معركة فلسطينية أو لم تسبب بمواجهة عسكرية إلى ماذا يمكن أن نعزو ذلك ولماذا لم يكن مسار 2021 مستمرا إلى هذا الوقت مع العلم بأن الفصائل الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية تهدد قبل مسيرة الأعلام من كل عام بأنها سوف تتصدى للاحتلال وتمنع هذه الاعتداءات لداية لابد أن ندرك أن مصار 2021 لم ينتهي بعد كيف ذلك؟ مصار 2021 وماركة سيف القدس اعتبرت تفجيرا لحالة فلسطينية مقاومة شعبية عسكرية لم تنتهي حتى الآن بدأ نقطة تحول في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ عام 2021 لاحظ ماذا حدث تدخلت الضفة الغربية على ساحة الاشتباك وبدأت تتشكل حالات العسكرية وشاهدنا كيف الضفة الغربية منذ عامين بدأت تتحرك بقوة وعمليات فدائية سواء فردية أو منظمة عسكرية أجنحة عسكرية كتيب الجنين عرين الأسود ومن أيضا في أراضينا المحتلة عن 48 بدأت أيضا كانت نقطة تحول وبدأت الجماهير الفلسطينية تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل خلال العامين الماضيين الفلسطينيون يخوضون حربا مفتوحة وليس معركة واحدة بمعنى آخر من سيضمن للإسرائيل الآن ونحن نتكلم أن لا يكون هناك تنفيذ عملية فلسطينية سواء من الضفة الغربية أو القدس أو الثمانية وأربعين أو حتى من قطاع غزة بمعنى آخر نقطة المصار الذي بدأت به عام 2021 سيف القدس نقطة تحول في الاستراتيجية الفلسطينية وبدأنا نتكلم ليس عن خوض معارك فردية أو معارك أحادية بدأنا نتكلم عن حرب مفتوحة هذا أول الأمر الثاني إسرائيليا معركة سيف القدس التي نتجت حقيقة عن مسيرة الأعلام وتضافرت بها الاعتداءات على المعتكفين في شهر رمضان الذي واكب مسيرة الأعلام وتهجير سكان حي الشيخ جراح كل هذه الأمور تضافرت في عملية تفجير الأمور الذي صدم إسرائيل بالمناسبة الآن إسرائيل العام الماضي كيف مررت مسيرة الأعلام كلنا نتذكر مناورة عربات النار التي استخدم فيها الجيش الإسرائيلي كل طيرانه تقريبا كانت 170 طائرة مقاتلة في الأجواء من أجل أن يمرر مسيرة الأعلام وشهدنا كيف تدخل الوسطة وبالمناسبة العام الماضي تم تغيير مصار المسيرة ولم يدخل سواء في الحي الإسلامي أو حتى عندما دخل منطقة باب العمود دخله بأعداد قليلة جداً وكانت المسيرة رمزية ولم تكن بهذا الحاجة في هذا العام بالمناسبة نحن حتى الآن في منتصف العام كم عدد القتلى الإسرائيليين كم عدد الشهداء الفلسطينيين نحن نتكلم عن حرب مفتوحة وكان ما بدايت البرنامج تكلمنا أنه ذهب إلى عمليات اغتيال بكم كبير واعتقالات في الضفة الغربية منذ شهرين ذهب إلى عملية اغتيال كبرى في غزة ومن ثم عملية عسكرية استمرت خمسة أيام كل هذا من أجل أن يمهد لهذه الصورة بمعنى آخر القياسات لا تقاس بوجه تظر عنده هل مرت المسيرة أم لا نحن كفلسطينيين في خضام حرب مفتوحة قد يسجل الإسرائيلي انتصاراً أو إنجازاً محدداً في معركة ما أو جولة ما ولكن الحرب مفتوحة وكل الخيارات وقد تتغير الصورة التي الآن يحاول كل من اعتمار بن كبير ونتانياه وسموترش تسويقها داخلياً من أجل مكاسبهم السياسية الداخلية قد تتلاشي هذه الصورة بعملية فدائية واحدة تكون سواء في الداخل المحتل أو في الطفة الغربية أو حتى على حدود قطاع غزة قد تتغير الصورة وخاصة أن هذه المسيرة بوجهة نظر الكثير من الإسرائيليين أنها تخدم توجه سياسي محدد ولا تخدم المصطحة الاستراتيجية الإسرائيلية المصطحة الإسرائيلية الاستراتيجية بالنسبة للقدس هو التهويد والاستيطان البطيء الذي لا يفجر إشكاليات كبرى لكن أنا كنت أتحدث مع الأستاذ نهاد أستاذ حسن حول التدرج الإسرائيلي في عملية التهويد والتدرج الإسرائيلي في مسار مسيرة ما تسمى مسيرة الأعلام الإسرائيلية من إلى باب العمود إلى عبر باب العمود إلى الحي الإسلامي إلى البلدة القديمة إلى الإعلان الاقتحام حتى المسجد الأقصى وإلى آخره هذه خطوات متدرجة لم تبدأ معها مسيرة الأعلام عندما بدأت ربما في بداية السبعينات أو أواخر الستينات وهناك أيضا المزيد أستاذ حسن يعني على سبيل المثال بدعة الصيونية الدينية الآن وهي مسيطرة الآن على الحكومة من خلال وزيرين سيئي السيط والسمعة في بضعة جديدة مسيرة الأبواب ومسيرة شهرية كل شهر يريدون أن يدوروا حول أبواب المسجد الأقصى صحيح أنها ليست بحجم وإجماع مسيرة الأعلام تجمع القوميين وإلى آخره يعني والأقصى اليمين لكنها مع زيادة التطرف مع وصول هؤلاء هذه الشخصيات المتطرفة قد تصبح أيضا مشكلة بالنسبة للفلسطينيين والمقدسيين تماما كمسيرة الأعلام هم يحاولون التقدم خطوة إثر خطوة في كل مرة وعبر الزمن للوصول إلى في نهاية المطاف إلى تهويد القدس بالكامل بالتأكيد أستاذ كمال يعني موضوع تهويد القدس بالكامل وقرض السيادة الإسرائيلية هذا هدف استراتيجي للحركة الصيونية بالكامل ومنذ احتلال القدس عام 67 حتى الآن هناك هدف استراتيجي مجمع عليه بالمناسبة لدى الكل الإسرائيلي سواء اليمين أو اليسار أو حتى العلماني والمتطرف لكن الخلاف والاختلاف بينهم على الطريقة بمعنى آخر أن هناك من يطرح أن الاستيطان لم يدشن الاستيطان منذ قدوم اتمار بن كبير أو سموت ريج الاستيطان حتى في ضروة الحكومات التي كانت بين قسين توريد في عهد رابين في عهد عملية تسوية كانت حاضرة ولكن الآن الإشكالية أن هناك نوع من أنواع التسرع في عملية الاستيطان والتهويد يقودها الصيونية الدينية لذلك الكل يخشى في إسرائيل ردات الفعل وليس كل مرة تستطيع الإسرائيل أن تراكب الظروف وتضبط المتغيرات وبالتالي هناك تخوفات دوما الأمر الثاني أنا أعتقد أن هناك مؤشر بالنسبة لمسيرة الأعلام في الحياة السياسية الإسرائيلية مسيرة الأعلام بدأت منذ عام 68 بالمناسبة وبدأها حاخام من الصيونية الدينية وبدأت تزداد مع ازدياد قوة هذا التيار الصيونية الدينية في الحكومة لذلك عندما وصلنا أن تكون الصيونية الدينية هي الشريك الأساسي في هذه الحكومة وجدنا كيف هذه مسيرة الأعلام بدأت لديها قوة حقيقية واهتمام إعلامي لكن على المستوى الاستراتيجي قد تكون هذه المسيرة نوع من أنواع الصدمة ليس فقط للفلسطيني ولكن صدمة للكل العربي والإسلامي وبالتالي يبدأ الفلسطيني التفكير استراتيجيا في مواجهة هذا الشكل من أشكال الاستيطان والتهويد بشكل استراتيجي مثلا في عام 76 عندما أراد الإسرائيلي تهويد واستيطان أراضينا المحتلة عام 48 بدأ ما يسمى بيوم الأرض الفلسطيني الذي منذ هذه اللحظة إلى الآن عنوانا للكرامة والتشبث الفلسطيني وتجدره قد تكون هذه المسيرة بهذا الشكل الاستفزازي الفاشي الغير مسبوك تكون صدمة حقيقية للقيادة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية وأيضا للمجتمعين غدا في قمة جدة سأتحدث عن قمة جدة إذا سمحت لي أستاذ حسن وأيضا الفلسطينيون كما قلت أستاذ حسن ليسوا مكتفي الأيدي يعني سيف القدس كان في 2021 ردا على هذه المسيرة اليوم كذلك كان الفلسطينيون على السياج الفاصل في غزة في كل مكان يرفعون لعلامة فلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينيون أيضا يدافعون عن أرضهم وعن مقدساتهم وعن بيوتهم أستاذ نهاد القمة العربية عادة عندما نتحدث عن القمة العربية يعني دائما نتحدث بشيء من السلبية على اعتبار أن الجامع العربية والقمة العربية لم تفعل شيء على الإطلاق وإسرائيل لا تقيم إلها وزن والولايات المتحدة لا تكترث بها والشعوب العربية أصلا ما عادت تتابعها وإلى آخره لكن اليوم في قمة جدة ثمت جديد في البيئة السياسية العربية أولا على اعتبار أن الدول العربية بدأت تتلمس خيارات دولية وقوى صاعدة للتحالف معها والشراكة معها والتعاون معها هلولايات المتحدة الأمريكية باتت أقل هيمنة أو سيطرة على القرار السياسي العربي لاحظنا ذلك في أكثر من محطة لمجال ذكرها الآن وكان في عشر سنوات أو إحدى عشر سنة ماضية كانت فيها القضية الفلسطينية في أسفل سلة أولويات دول العربية بسبب المشاكل الداخلية وما عرف بالربيع العربي وغيره وبالتالي هل يمكن أن نقول بأن قمة جدة ستكون مختلفة بناء على كل هذه المعطيات؟ يعني فعلا هناك ما يدعو للتفاؤل فعلا أبرز المؤشرات هي عودة سوريا إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية أو عودة الجامعة العربية إلى سوريا دعنا نقول بشكل أو بآخر وحضور الرئيس الدكتور بشار لهذه القمة على قاعدة أن سوريا انتصرت على مؤامرة التقسيم والتفتيت والتجزئة والإلهاء والإشغال والتدمير كل هذه خرجت منها سوريا سالمة ونأمل أن تستكمل مسيرتها بالسيادة على كل أراضي سوريا وتعود لموقعها الطبيعي كرافعا للقومية العربية ولقضايا الإنسان العربي في كل مكان ولعل أيضا التوافق الإيراني السعودي يعكس نفسه على مجموعة من الملفات الإقليمية التي على الأرجح سوف تساهم في فكفكة بعض الأزمات الإقليمية صحيح أنه ظهرت لدينا أزمة جديدة في السودان لكن يمكن إذا توفرت يعني توافق رئيسي بين القوى المركزية العربية أن يساهم ذلك في حل حالة الأزمات الإقليمية وفي إعادة القضية الفلسطينية إلى مكان الصدارة باعتبارها قضية العرب المركزية والموقف من القضية الفلسطينية ليس مجرد تضامن مع الشعب الفلسطيني المغلوب على أمره بل هو دفاع عن كرامة واستقلال وسيادة الدول العربية ومستقبلها ودورها في العالم لا أن تكون مجرد مرتهنة لاتفاقيات أمنية وعسكرية مع الكيان الصهيوني وتابعة للإرادة الأمريكية بهذا الإقليم وبالتالي نهوض الحالة العربية يمكن فعلا أن يساهم بمزيد من التضامن مع القضية الفلسطينية خصوصا أن موضوع القدس وهو موضوعنا اليوم يمس ويخرق اتفاقيات دولية صادقة عليها كل الهيئات الدولية التي مرت على القضية منذ العام منذ القرن التاسع عشر يعني هناك اتفاقية برلين وهناك فرمانات أثمانية في أواصل القرن الثامن عشر كل هذه الاتفاقيات مرت على عصبة الأمم أولا ثم على الأمم المتحدة ثانيا ثم حتى أن الاتفاقية يعني ولست في معرض يعني حتى الأردن أيضا يعني ضمن لدوره موضوع الوصاية الهاشمية كل ما يجري الآن هو خرق للقانون الدولي للقرارات الدولية للمعاهدات الدولية وبالتالي الأمة العربية فعلا أمام مسؤولياتها هل المسجد الأقصى يخص المسلمين والعرب والمسيحيين والبشر في كل مكان أم أنه شاء مقدسي يخص المقدسيين أو شاء فلسطيني يخص الفلسطينيين فقط أعتقد أنها الإجابة على هذا السؤال تلخص يعني كرامة الإنسان العربي وشعوره حتى بأنه إنسان حر قادر على فعلا تقديم شيء للقضية الفلسطينية شكرا جزيلا لك أستاذ نهاد أبو غوش مدير المركز المسارات للدراسات كنت معنا وبشارة من رام الله أيضا أستاذ حسن لافي الكاتب والبحث في الشؤول الإسرائيلية من غزة أشكرك جزيلا شكرا على هذه المشاركة معنا مشاهدينا فاصل سنتحدث بعده عن تقرير لافت للنظر يتعلق بالحروب التي خضتها الولايات المتحدة الأمريكية والضحايا الذين سقطوا جراء هذه الحروب وما زالوا يدفعون الثمن حتى اليوم فاصل ونعود مجددا حياكم الله أربعة ملايين وخمسمائة ألف شخص قتلوا نتيجة الآثار البعيدة المدى التي خلفت الصراعات والحروب التي أعقبتها جماعة الحادي عشر من أيلول سبتمبر في حروب أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا وليبيا والصومال واليمن هذا ما عنونت به مجلة واشنطن بوست تقريرا أعده باحثون في جماعة براون الأمريكية عن تكاليف الحروب معتمدين على بيانات الأمم المتحدة وتحليلات الخبراء لكن الباحثين يقرون بأن آثارها أكبر وأكثر تعقيدا من قياسها أرقام الضحايا ترتفع باستمرار نتيجة آثار هذه الحروب بحسب الباحثين ويشير تقرير الصحيفة إلى أن ما بين ثلاثة ملايين وستمائة ألف وثلاثة ملايين وسبعمائة ألف من هؤلاء الضحايا وفيات غير مباشرة بسبب تدهور الظروف الاقتصادية والبيئية والنفسية والصحية يقر مشروع براون لتكاليف الحرب بمقتل سبعة آلاف جندي أمريكي في العراق وأفغانستان وثمانية آلاف متعاقد إضافة إلى ارتفاع معدلات الانتحار في صفوف الجيش الأمريكي ووفق المشروع فغالبية الكبرى من الضحايا في تلك الحروب من السكان المحليين إضافة إلى مقتل مائة وسبعة وسبعين ألف من الجنود الأفغان والباكستانيين والعراقيين والسوريين حتى عام 2019 سنتحدث عن هذا التقرير ومضمونه مع ضيفنا من لندن الصحفي والباحث في العلاقات الجيوسياسية باتريك هيني نيكستون سيد هيني نيكستون فيما يتعلق بهذا التقرير أولا أريد تعليق على ما جاء فيه من مضمون هل هذا المضمون صادم وغير متوقع أن تكون الأرقام بهذا الحجم تحدث عن أربعة ملايين ونصف مليون تقريبا من ضحايا الحروب الأمريكية ما بعد الحادي عشر من سبتمبر نتائج هذا التقرير ليست صادمة في الواقع إذا ما نظرنا إلى نطاق التقرير يمكنني قول أن هناك بالأحرى إذا انخفاض في تقدير الضحايا المباشرين جراء هذه الحروب هناك الكثير الأمور التي لم يتم احتسابها على سبيل المثال نأخذ العراق كمثال هناك طبعا كارثة إنسانية مستمرة في العراق مثلا الصحة الصرف الصحي والمياه وفيما يتعلق كذلك باليونانيوم بالمشكلة المنانيوم كل هذه الأمور لا تزال مستمرة في العراق في بعض الحالات المدن والقر لا تملك القدرة إلى الوصول المياه النظيفة ولا تملك بيئة إذن تسمح لعيش الأشخاص هذه كارثة على مستوية الكثيرة فقط بيئية وصحية ولكن إقليميا هذا أدى إلى أمواج من اللاجئين اللجوء القصري لتفادي النزاع والحروب وحتى لإيجاد ظروف أفضل بسبب التدهور الحالة الاقتصادية جراء هذه الحروب حروب بريطانيا والولايات المتحدة إذن أين تنتهي طبعا تنتهي أدرافيات الحقيقة هي أن طبعا الضحايا هذه الحروب الحروب الهماجية ضد هذه الدول في شرق الأسطوى أفريقيا الشمالية وأسيا المسطى عدد الضحايا سوف يستمر حصيلة الضحايا والقتص سوف يستمر طبعا السؤال الأساسي سيد هيني نيكسون السؤال المركزي هنا هو لماذا لماذا هذه الحروب ماذا جلبت أي النتيجة بالحقيقة الاهتمام الجيوستراتيجي الطويل أمض بالمتحدة وشركائها طبعا هي قبل 11 سبتمبر إذن إذا ردنا أن نبدأ إذن نعود بالتاريخ متى بدأت لهم تغير في المنطقة نعود إلى حرب الخارج الأولى عام 1990 هذا عندما بدأت إذن الكرة تتحرجت حلقا في التسعينيات القرن الماضي إذا ما نظرنا إلى وثيقة الوثائق الأخرى إذا نظرنا إلى عنصر طبعا المحافظين الجدد إذا وثيقة إعادة إقامة الدفاع الأمريكي إذا ما نظرنا إلى هذه الوثائق وإذا نظرنا إلى من هذا السياق هذه الحروب كانت تخطط من ذلك الوقت هذه الهجمات كانت تخطط قبل هجمات 11 سبتمبر وهذا يتماشى مع استراتيجية الأمريكية إذا نظرنا إلى مثلا إلى عمل بريزينسكي وكذلك وهو مستشار جيمي كارتر الأمني إذا هدف طبعا الحيمنة على أوراسيا بل كذلك الهيمنة على طرق التجارة وعلى كذلك على موارد الطاقة والنفط والسيطرة على سوق النفط وإيران كذلك هي هدف أساسي من هذه الأعمال والأهداف على الرغم من أنها لا تكون هدفا أساسيا ولكن بوارد الأورانية مثلا النفط العراقي جزء كبير منه خلاله وقبله طبعا النزاع هذا النفط لم يذهب إلى السوق مثلا بشكل كبير كل هذا يتعلق بالسيطرة بالسيطرة على السوق السيطرة على سعر الطاقة كذلك والنفط وكذلك إبقاء بعض الدول العربية من التطور منعها من التطور والازدهار والاستراتيجية الأمد الأخيرة الأمريكية هي استهدام الدول العربية القومية لقد كانت هذا هدف من أهداف واشنطن حتى خلال الحرب الباردة إذا ما عدنا إلى خمسينيات وستينيات هذا يشمل فوريا والعراق واليمن ومصر وما إلى ذلك من بلدان طيب سيد هيني نيكسون الشعارات التي رفعت وذرائع هذه الحرب كانت تتعلق بنشر الديمقراطية بشكل أساسي عندما شونت الحرب على العراق القضاء على الإرهاب عندما شونت الحرب على أفغانستان وتقديم الازدهار والحرية والكرامة للشعوب عندما شونت على ليبيا وعلى سوريا وإلى آخره كل هذه الشعارات حصل العكس تماما لها لم تنعم المنطقة بالديمقراطية بعد حرب العراق على العكس تماما الإرهاب تصاعد وارتفعت وتيرته بشكل كبير شهدنا ظهور تنظيم داعش الأكثر وحشية من تنظيم القاعدة على سبيل المثال الازدهار هذه الدول التي غزتها الولايات المتحدة تعاني الجوع وتعاني الفقر إذن من يحاسب الولايات المتحدة على الشعارات التي رفعت من أجل الحرب أو عن أهداف الحرب التي تحقق عكسها تماما اليوم حقيقة الأمر هو أن المتحدة لم تكن مهتمة قط بالديمقراطية في الشرق الأوسط فقط إذا كانت هذه الدمقراطية تتعاهد مئة بالمئة وفاءها لواشنطن وأجندة واشنطن في المنطقة وفي العالم واقع الأمر هو أن المتحدة دائما كانت تدعم طبعا النظام الملكي كانت تدعم هذا النظام في مجلس التعاون الخليجي رغم من الملك العربية السعودية فتحت علاقاتها مع إيران خاصة خلال الأشهر الماضية حقيقة الأمر هو أن في ذلك الوقت كانت شريكا للولايات المتحدة في المنطقة وسبب هذه العلاقة هو طبعا سبب طبعا مالي البترو دولار وفر للولايات المتحدة إذن سلاحا ماليا ضخما سمح للدولار الأمريكي فعلا أن يعوم على ظهر البترو دولار ومثلا وعلى ظهر النفط وسلعا أخرى من هذا الإطار الحفاظي على موقع وهيمنة الممنة العربية السعودية في المنطقة كان أولوية للمتحدة لأن الولايات المتحدة شعرت أنها بيمكن أن تسيطر طبعا النظام الملكي أسهل من سيطرتها على الولدان الدموقراطية أو الدول التي لا تتبع نظاما ملكيا وأمر الآخر هو موضوع حقوق الإنسان إذن هذا هدف السياسة الخارجية الليبريالية هو طبعا هو واجهة واقع الأمر الحديث عن الدموقراطية حديث عن حقوق الإنسان كل هذا واجهة ما تخفيه طبعا هو أجندة إمبريالية خفية وهذا واضح والبرهان موجود إذا ما نظرنا إلى التاريخ خاصة النصف الثاني من القرن العشرين لا يجب أن يكون هذا مفاجئا لأي شخص ولكن مرة أخرى لدينا سياسات والخطاب الشعبوي ولكن هذا الخطاب لا يتماشى مع واقع الأمور طيب سيد باتريك سأتوقف الآن بالحوار لكن سنستكمله طبعا لكن أريد أن أعرض المزيد حول ما قالته الصحيفة الواشنف بوست من معلومات حول هذه الحروب تقول الصحيفة في العراق تقديرات ضحايا القتال تراوح بين 151 ألف و300 ألف و600 ألف كما جاء في صحيفة الواشنف بوست التي أكدت وجود تناقضات كبيرة في أعداد قتل الضربات التي وجهت قوات التحالف لداعش في سوريا والعراق التهديدات مستمرة لصحة المواطنين في العراق الذين يمرضون ويموتون بعد تعرضهم لحفر القمامة المحترقة المكشوفة التي خلفتها القواعد العسكرية الأمريكية وبرغم ذلك لم يبذل أي جهد أمريكي لتقييم تأثيرها والتعويض عنه التكلفة البشرية للحرب لا يعرفها أو حتى يتصورها الأمريكيون على حد قول ستيفاني سافل أحد مؤسسي مشروع براون لتكاليف الحرب فالغالبية العظمى من وفيات الحرب غير المباشرة سببها سوء التغذية وكثير من الأمراض مثل السرطان لا يمكن تحديد من يتحمل المسؤولية عن تلك الوفيات وارتفاع أعدادها لكن النقطة المهمة كما تقول سافل هي أن الولايات المتحدة متورطة في هذه الحروب العنيفة فعليا وأن تدخلها بعد هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر فقم الوضع حسب الواشنطن بوست وهذا التقرير سأتوجه سيد باتريك مرة أخرى في لندن والسؤال الأخير في هذا الملف سيد باتريك يتعلق باليوم الولايات المتحدة تقول لا حروب في الشرق الأوسط لن نخد حربا مباشرة حاليا في الشرق الأوسط لكن هل انتقل هذه الحروب وهذه المآسي إلى مناطق أخرى في العالم مع انتقال القدرات العسكرية والخطط الاستراتيجية إلى مناطق شرق آسيا وجدنا أيضا شرق أوروبا في أوكرانيا هل ستنتقل المآسي بعد أن حلت في هذه المنطقة إلى مناطق أخرى؟ نعم سوف تنتقل ولكن لن نعود بعض الشيء الوراء لتقول المتحدة أنها لن تشارك في أي حروب مباشرة في شرق الأوسط هذه كذبة ننظر إلى سوريا كمثال حاليا الولايات المتحدة تحتل عسكريا شمال شرق السوريا ربع تقريبا أراضي البلاد مع شركائها على الأرض ما يعرف بقوات قصد والميليشيا الكردية الجيش الأمريكي طبعا لدينا حوالي 900 ألف جند يدعمون طبعا الميليشيات في شمال شرق السوريا إذن هم يحتلون حقول النفط السورية سبب قيامهم لذلك طبعا هو أن يبقوا منع سوريا أقوى من الوصول إلى نفطها ويقومون بباية هذا النفط في السوق السوداء عبر تركيا أو ربع أو عبر طبعا كردستان العراق ولكن عند أهل المتحدة والاتحاد الأوروبي يقومون بفرض عقوبات اقتصادية وحصار عنيف وهو أكبر حصار بالتاريخ يقومون بخنق تقريبا خنق الشعب السوري وسوريا والدولة السورية هذا حرب وهذه حرب من الأحرى إذا منظرنا العراق خاصة في التسعينيات القرن الماضي إذن الضرر جراء العقوبات على العراق زاد أو فاقمة في حصيلة القتلى ووفيات الأطفال وبا إلى ذلك من الإحصائيات هذا يوازي حربا عسكرية طويلة فيما يتعلق بحصيلة القتلى وفيما يتعلق بالدمار الأمر سيان في سوريا وبالتالي الحرب الاقتصادية هو النوع من الحروب الهماجية التي تشنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذه الحالة وهذا ما يحصل الآن هو حرب اقتصادية بالإضافة إلى الكارثة الإنسانية في اليمن ما لم توفر المتحدة مساعدات وإغاثة للشعب اليمني لتصليح طبعا الضرر الذي وقع بسبب الحصار على اليمن وبسبب الحصار الإنساني لا يمكننا أن نحتسب حصيلة القتلى ودمار على مستوى الزراعة في المنطقة في العراق وفي سوريا وفي اليمن عدم قدرة هذه الأماكن من طبعا الزراعة والحصول على الغذاء وفلسطين كذلك وغيرها من البلدان وطبعا القمع الإسرائيلي الفلسطينيين والحصار الإسرائيلي الفلسطينيين إذن هم الآن يعتمدون على المساعدات الغذائية الدولية هذه المشكلة الحرب لم تتوقف في الشرق الأوسط لا ولن تتوقف حتى تقوم الولايات المتحدة بصحب قواتها رفع العقوبات كذلك وتوفر نوعا من التعويد وإلا الوضع سوف يزداد سوءا والشعب على الأرض سوف يتألم سيد باتريك هيني نيكسون صحفي والباحث في العلاقات الجيوسياسية كنت معنا مباشرة من لندن أشكرك جزيلا الشكر مشاهدين المسائي انتهت شكرا للمتابعة إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة